جتهت اتصالات بالعشرات على جواله فكان في مطر غزير مرة بس عطونا خبرهم حيين ولا ميتين إلا كانت لهم مفاجأة كبيرة مرة قرروا إنهم يتممون العملية في هذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا هلا يا مرحبا معاكم علي عاشق اليوم يا جماعة نبينتكلم عن قضية أو عن قصة صارت قبل كم سنة ما لها زمان ولكن هالقصة والقضية هذه أخذت ضجة إعلامية وكانت حديث الساعة فاليوم بإذن الله نبينغطي الموضوع كامل ونتكلم في التفاصيل الدقيقة اللي صارت داخل هالقصة هذه أو داخل هالموضوع وهالقضية هذه فما رح نطول يلا باسم الله خلونا نبدأ هالمرة يا جماعة خلونا ننتقل إلى شرق آسيا وبالتحديد إلى تايلند وما لها زمان في عام 2018 كان في فريق كرة قدم لأطفال صغار أعمارهم ما تتجاوز الـ 14 سنة المعدل حق اللاعبين لكرة القدم في الفريق هذا من عمر 11 إلى عمر 14 الفريق هذا حق كرة القدم اسمه The Wild Boars الفريق هذا هم ناس مقربين مرة مع بعض العيال هذول يعرفون بعض وأهاليهم يعرفون بعض فكانت في بينهم يعني صداقة وأخوة فهم كلهم موجودين فيها الفريق هذا ففي 23 جون عام 2018 في هذاك اليوم كانت في حصة تدريبية للفريق هذا وحال حال أي يوم عادي أنهم بعد ما يخلصون التدريبات يتوجهون لها ليهم يرجعون لها لهم وفي نفس ذلك اليوم كان واحد من اللاعبين من الأطفال أو الأولاد هذولا كان عنده ميلاد واحتفال عند أهله فكانوا أهالي يتجهزون للحفلة هذه ويحتفلون من ميلاد ولدهم وعازمين الناس وعازمين أعضاء الفريق أنهم يجون يحتفلون مع خويهم ولكن عدت ساعة ساعتين ثلاث إلى ما وصلنا الساعة السبعة للمغرب واحد من مدربين الفريق جته اتصالات بالعشرات على جواله ورسائل والناس تدقدق عليه فانصدم المدرب وش صاير فأول ما رد على اتصالات المدرب قالوا لأهالي أن عيالنا ما رجعوا من تمرين كرة القدم وأن نتواصل معهم ونتواصل مع الناس ما حد يرد ولا فيه أي استجابة وما ندري وينهم ولا هم موجودين في الملعب المدرب هذا قال لهم هم معهم مدرب ثاني موجود مع الأطفال ومع الفريق هذا اليوم والمفروض أن بعد ما ينتهي التمرين يرسلهم لأهاليهم فحاول يتواصل مع المدرب اللي كان معهم في الحصة التدريبية في ذلك اليوم ولكن ما فيه أي اتصال أو أي إجابة من المدرب حاول يتواصل مع عضاء الفريق لكن ما فيه أحد يرد إلين ما اتصل على أحد الأطفال أو الأولاد اللي عمره 13 سنة فرد عليه وسأله عن الفريق وعن المدرب وش صار عليكم وين باقي أعضاء الفريق قال لها الولد هذا أن بعد ما انتهى التمرين قرروا 12 واحد من أعضاء الفريق ومعاهم المدرب أنهم يبون يتجهون إلى أحد الجبال وبالتحديد إلى كهف اسمه تام لوان كيف هم زاروا قبل هالمرة ولكن هم يبيتجهون ليبيسوون به مغامرة على بساعة ساعتين بعدين يتوجهون لهاليهم فيقولهم ما قرروا الشيء هذا ولكن أنا اضطريت أني أروح إلى هالي وما أسوي معاهم المغامرة هذه فعلى طول الأهالي والمدرب هذا اللي معاهم اتجهوا إلى جهة الكهف هذا اللي موجود فيها المنطقة هذه الكهف هذا يعتبر زي مزار السياحي روحون يزورونه والكهف هذا موجود في منطقة جبلية في تايلند وأصلا الكهف فيه تضاريس داخلية كبيرة مرة ووعرة من داخل والكهف هذا طول حوالي عشر كيلو وفيه داخل منحدرات ومرتفعات وامور كثيرة في الكهف هذا فكانت الناس تتجه للكهف هذا تسوي فيه مغامرة يدخلون داخل يستكشفونه ويطلعون فأول ما صلوا الأهالي والمدرب إلى جهة الكهف شافوا على مدخل الكهف السياكل وبعض أغراض الفريق كرة القدم بعض أغراض عيالهم موجودة على مدخل الكهف فهذا الدليل أن عيالهم خلوا أغراضهم عند البوابة أو عند المدخل ودخلوا داخل الكهف ولكن في هالفترة هذيك هي كانت موسم للأمطار والرياح والعواصف والأمور هذي فكان فيه مطر غزير مرة فلاحظوا لها لي قوة المطر وقوة المياه اللي قاعد تدخل للكهف فتأكدوا أن العيال داخل الكهف ولكن الأمطار والموية منعتهم أنهم يطلعون بر الكهف فالعوائل جاءهم قلق وخوف على عيالهم عيالنا داخل الكهف أكيد غراضهم بر الموية تدخل كده بغزارة للكهف فيمكن اختنقوا ويمكن صار عليهم شيء فراحوا العوائل شكلوا كده كفريق بسيط بينهم وبين حالهم وقرروا يدخلون إلى داخل الكهف يبي يشوفون يتفقدون عيالهم وينهم يحاولون ينقذونهم من داخل لأن أكيد العيال مع المدرب موجودين داخل الكهف ومتورطين مهم قادرين يطلعون مثل ما قلنا 12 ولد من الفريق اللي موجودين معهم المدرب ففيه 13 شخص موجودين داخل الكهف فأول ما دخلوا العوائل والعوائل ما هم ناس محترفين متدربين مرة إلي ما وصلوا إلى شوية كده داخل الكهف ما قدروا يكملون بسبب أن الكتمة الداخلية التضاريس الوعرة اللي موجودة في الكهف فقرروا أنهم يرجعون يطلعون بر الكهف ويشكلون فريق أكبر ويبلغون السلطات فلما اطلعوا كانت الدنيا ليل فبدوا في تلك الليلة تجهيز معدات أكثر واتصال على ناس متطوعين يابون الناس تجي تحاول تنقذ عيالهم من داخل كان في تلك الليلة المطر مرة كثيف وغزير مرة فكانت الموية تدخل للكهف صار الكهف من داخل مسكر مرة بسبب كثرة الموية على المدخل وفي صباح اليوم الثاني اتجهت السلطات وفرق الأنقاذ كلها إلى الكهف ولكن كانت مشكلتهم أن الكهف مرة كبير وواسع يعني طولة على مدى 10 كيلو فكيف يشوفون كيف يعرفون تضاريسها من داخل وين يكونون الأطفال أو العيال هذولة مع المدرب فحتاجوا خبرات ناس يعرفون في الكهوف وتضاريسها الداخلية عشان يقدرون يحددون أي منطقة داخلية احتمالية يكونون الأطفال فيها لأن تعرفون يكون متعبي موية ففي بعض التضاريس تكون عالية منطقة مرتفعة داخل الكهف ما توصلها الموية ولا التعبة فاحتمالية كبيرة أن العيال مع مدربهم يكونون فيها فاستدعوا خبراء الكهوف من ضمنهم خبير بريطاني اسمه فيرون فيرون هذا أخذ سنوات كبيرة يدرس تضاريس الكهف الداخلية إلين ما أخذ خبرة كافية لكل نقطة موجودة داخل الكهف فاستعانوا بخبرته في المرحلة هذه فكان واضح لهم أن الموية تتدفق إلى داخل الكهف وأن الكهف مليان موية فيحتاجون فرق أكثر فاستدعوا قوات النيفية التايلندية أنها تدخل وتساعد في عملية الإنقاذ ولكن هم يبون أي شيء أو أي فكرة داخلية عن الكهف كيف مساراته فمن خلال بحثهم في السجلات والأمور هذه توصلوا إلى خريطة سواها شخص فرنسي عام 1980 عن الكهف وعن مداخله ومخارجه وصورة تقريبية كافية للكهف من داخل فالخريطة عطتهم فكرة وتصور عن الكهف من داخل وتوصلوا إلى نقطة داخل الكهف اسمها باتايا بيش اللي هي الشاطئ أو شاطئ باتايا المنطقة هذه هي هدفهم داخل الكهف منطقة مرتفعة مسمينها زي الشاطئ فأكيد أن الموية ما توصلها فالآن هدفهم يركزون أنهم يوصلون للنقطة هذه عشان يطلعون العيال مع المدرب من الكهف هذا فعد يوم وبعد يوم ولا كان فيه أي نتيجة ولا فيه أي تقدم في عملية الإنقاذ لما شافوا الموية على مدخل الكهف قرروا أنهم يشفطون الموية إلى خارج الكهف يحاولون يقللون من نسبة الموية اللي موجودة في المدخل بس عشان يحاولون يدخلون إلى داخل الكهف فحطوا المعدات والمضخات هذه اللي تشفط الموية من الكهف وتبعد الموية إلى الجبال إلى داخل الغابة ولكن الطريقة هذه ما انفعت زيادة خاصة أنهم حطوا مسار داخلي لأنهم لادخلوا الغواصين الموية ما تكون نظيفة والرؤية ما هي نظيفة مرة وظلام داخل الكهف حطوا حبل داخلي كل ما تقدموا الغواصين يحطونه عشان يتمسكون فيه بالدخول والخروج كما سار لهم ولكن ما انفعت الطريقة هذه أبدا فعد يوم بعد يوم وانتشر الخبر بالصحف العالمية وبالسوشال ميديا وصار حديث الناس وحديث الساعة عن فريق كرة القدم اللي محبوس داخل الكهف ولا أحد يعرف مصيره أكثر شيء محير الناس كيف صحة العيال الأهالي كيف صحة عيالهم اللي داخل الكهف شو وضعهم الآن لهم كم يوم لا أكل لا شرب الشخص العادي ممكن إلى ثلاث أيام يقدر يصبر بدون موية لكن هذولا أطفال صغار كيف وضعهم وصل الحال بالأهالي بس عطونا خبرهم حيين ولا ميتين بسنا بنعرف مصير عيالنا فبدت جهود دولية تساعد بعملية الإنقاذ وجوا متطوعين من كافة تنحاء العالم وتجمعوا حول الكهف وبدوا يتفقون ويحاولون يوصلون إلى خطة أو إلى أي فكرة أنهم يطلعون العيال من الكهف فبدوا يدورون أي مدخل ثاني غير المدخل الرئيسي للكهف أنهم يحاولون يدخلون معاه ويسحبون العيال من داخل الكهف فوصلنا إلى اليوم الخامس ولا في أي تقدم في عملية الإنقاذ أو أي خبر عن العيال داخل الكهف ويش صار عليهم في اليوم الخامس قرروا الاستعانة بلجنة إنقاذ بريطانية وهم ناس متمرسين ومحترفين من غواصين وغيره أنهم يشاركون في عملية الإنقاذ وأيضا جابوا قوات من أمريكا ومن استراليا كلها تساعد بعملية الإنقاذ ويشاركون خبراتهم أنهم يطلعون الأطفال من داخل الكهف فلما توجهت القوات ووصلوا إلى الكهف وإلى الجبال بدوا ينظرون وبدوا يشوفون في فتحات من الكهف من فوق هذه الفتحات هذه تسبب تدفق المياه بغزارة إلى داخل الكهف فكانت عندهم خطة أنهم يحاولون يغيرون مسار الموية اللي من المفتحات هذه أنها تصب إلى بر الكهف علشان ما يرتفع منسوب المياه داخل الكهف وحتى لو كانوا الأطفال على قيد الحياة أنهم ما يغرقون ويموتون داخل الكهف فعد يوم وراء الثاني ووصلنا لليوم السابع ولا في أي خبر عن العيال داخل الكهف ولا في أي تقدم في عملية الإنقاذ الآن أكثر العوائل فيها اليوم هذا بعد مرور أسبوع فقدوا الأمل تماما بعيالهم أنهم على قيد الحياة ما عد يدنون شي يسوون عيالهم ما أكلوا ولا شربوا ولا شي أسبوع كامل داخل الكهف كيف عمليات التنفس كيف الأكسجين عندهم خلاص فقدوا الأمل نهائيا ولكن بس يبون يطلعونهم يعرفون مصيرهم وبعد مرور الأيام هذه قدروا المنقذين والخطة أنهم يفرغون على مستوى كيلو داخل الكهف أنهم يقللون مستوى المياه فهذا أعطاهم فرصة أنهم يدخلون إلى داخل الكهف فقدروا يدخلون أنبيب أكسجين وبعض المعدات التي تساعدهم بالتقدم إلى داخل الكهف فعد يوم ورى يوم وعمليات الإنقاذ شغالة ليل نهار فوصلنا إلى اليوم العاشر ولا فيه أي نتيجة ولا تقدم في عملية الإنقاذ حتى الغواصين والمحترفين يعجزوا أنهم يلقون العيال داخل الكهف وبعد ساعات وساعات من التقدم والغوص داخل الكهف اقدروا المنقذين والمحترفين هذولا أنهم يوصلون إلى منطقة باتايا بيتش اللي هي التي تكلمنا عليها في البداية هي تعتبر زي الشاطئ منطقة مرتفعة داخل الكهف اللي هي كانوا متوقعين أن العيال بيكونون عليها ولكن للأسف أول ما وصلوها ما كان فيه أي أثر للعيال ولا المدربهم أبداً هذا الشيء يعطاهم شوية يعني إحباط داخلي إن هذا هدفنا من اليوم نحاول نوصل له لما وصلوا له ما لقوا فيه أي شيء فقرروا الغواصين إنهم يتقدمون شوي داخل الكهف على مستوى طولي ويحاولون يشوفون ممكن يلقون أي نتيجة ثانية فبعد ساعات من الغوص الداخلي على المنطقة هذه الطولية قربت استوانات الأكسجين تفرغ من الغواصين والمنقذين فحاولوا يشوفون أي منطقة تكون فيها هوا وما تكون مليانة أو مغمورة بالمياه يحاولون يصعدون لها شوي علشان بس يتنفسون ويرتاحون ومنطقة كذا إنها تكون فيها زي فقاعة الهوى كذا يتنفسون فلما صعدوا لها وفكوا الأكسجين يتنفسون إلا كانت لهم مفاجأة كبيرة مرة فيها المنطقة هذه اللي ما كانوا حاسبين حسابها لقوا 2012 ولد مع مدربهم كلهم على قيد الحياة محبوسين في المنطقة هذه فعلى طول التجهولهم المنقذين والغواصين يتفقدونهم وكانت المفاجأة إنهم كلهم على أتم الصحة والعافية ولا في أحد صابها أي مكروه أو صابها أي شيء ممكن أن يحاولون ينقذون المستشفى فوصلوا الخبر بر الكهف إلى الأهالي إن العيال موجودين ولازالوا على قيد الحياة فبدت الاحتفالات والفرح على الناس والأهالي والناس تحضن بعض والبكاء وغيرها فبدوا الغواصين والمنقدين يخلون الأهالي يتواصلون مع عيالهم عن طريق رسائل خطية يوصلوا لهم الكلام وهذول يوصلوا لهم الكلام ولكن أكبر مشكلة الآن حن لقين العيال داخل الكهف لكن كيف نقدر نطلعهم؟ المسألة مرة خطيرة والعملية تعتبر صعبة جدا ضيق الممرات وعورة الكهف الداخلية تدفق الماء إلى الكهف الماء مليان بالكهف لا زال المطر مستمر يعني فيه احتمالية إن الأطفال يموتون في عملية الإنقاذ وهم يطلعونهم بر الكهف كانت المسألة ما هي سهلة أبدا الغواصين قالوا حن محترفين جدا ونحاول نغوص ونطلع وكانت العملية صعبة علينا كيف هذول أطفال صغار نحاول نطلعهم من الكهف بهالوعورة وهالدنيا اللي صايرة فاستشاروا الدكاتر أنهم يعطونهم التغذية المعينة اللي يحتاجونها الأطفال على أساس بس تقوى أجسادهم بعد هالفترة اللي مضوها داخل الكهف ولا كان عندهم لا أكل ولا شرب ففي عملية الإنقاذ كانت عندهم خطة مبدئية فكروا بها شوي إنه ممكن يخلون الأطفال داخل الكهف إلي ما ينتهي موسم الرياح هذه وموسم الأمطار ولكن هذا رح يأخذ كذا شهر يعني كيف يخلون العيال هذولة مع مدربهم داخل الكهف لكذا شهر قدام يعيشون داخله هذا مرة خطير عليهم فبعد استشارات وجلسات مع محترفين وناس وخبراء قرروا إنهم يطلعون الأطفال من الكهف واحد واحد ولكن العملية هذه تعتبر أصعب عملية بالعالم وكانت الخطة كالتالي إنهم يعطون الأطفال مهدئات على أجسامهم وكذا إنهم يحاولون ما يحسون بالمسار لأن ظلام وموية والشي وعر مرة وكانوا يبون يحطون الأطفال على أنابيب أكسجين ويشيلونهم على كذا بلاستيك قوي دائري كذا يحطون الطفل على ظهره ويوصلونه بالأكسجين ويكون الطفل بين اثنين من المنقذين واحد قدامه وواحد وراه ويبدون يمشون في المسار هذا إلين كل ما وصلوا إلى منطقة ما فيها موية يصعدون فوق ويريحون شوي وياخذون نفس والغواصين والمنقذين يبدلون أماكنهم إلين ما يطلعون الطفل إلى بر الكهف وكانت الخطة إنه على آخر شيء على مدخل الكهف كان في حبل ممكن يستعينون فيه إلين ما يوصلون إلى بر الكهف العملية كانت مرة خطيرة خاصة إنه لما وصلنا اليوم 14 كان أحد المنقذين كده يحاول ينقل الأكسجين إلى داخل الكهف وأغمي عليه فلما طلعوا فوق كان الرجل قد فقد الحياة فسووا لجنازة فهذا الشيء صعب المهمة بزيادة وخوف المنقذين إنه ممكن يصيب الأطفال أي شيء ولكن لما وصلنا اليوم 16 قرروا إنهم يتممون العملية في هذا اليوم بعد مرور 16 يوم والأطفال داخل الكهف فبالفعل أخذوا الطفل الأول عطوه مهدئات حطوه على إظهاره على البلاستيك هذا القوي جدا كأنه فراش وبدوا ينقلونه المشكلة بالمسارات الضيقة اللي موجودة داخل الكهف والمياه وغيرها وكانوا كل شوي شي يكون على الطفل إلين بعد مرور 8 ساعات طلعوا أول طفل من الكهف فكانت الاحتفالات برا والدنيا والعالم وأول ما طلعوا الطفل على طول نقلوه للمستشفى في إسعاف ودخلوه إلى قسم الطوارئ وكانت عملية نقل كل طفل تاخذ حوالي 8 ساعات فطفل وراء الثاني أو ولد وراء الثاني إلين ما طلعوهم كلهم برا الكهف ومدربهم معاهم وكانوا بيأتم الصحة والعافية فلما وصلوهم للمستشفى الناس والاحتفالات والعالم كلها غطى الحدث وكانت عملية إنقاذ صعبة مرة الناس كلها تكلمت عنها الأهالي لما جوا يكلمون المدرب إن المدرب أنت شخص بالغ واعي معاهم كيف تاخذ أطفال في هالموسم هذا من الأمطار وغيرها ووقت ما هو مناسب جدا أنكم تطلعون إلى الكهف ولكن هم طبعا سامحوا وقالوا له أهم شيء إن عيالنا بخير وبصحة وسلامة فسامحوا على كل شيء سواه مع عيالهم فلما بدوا يسألونهم يعني ليش أنتم روحتم إلى الكهف ويش صار عليكم داخل الكهف ليش ما طلعتم بسرعة قالوا إن كان الهدف فقط إن ناخذ ساعة وحدة داخل الكهف ونطلع بس نحاول كده ناخذ بفرة فرتين ونغادر الكهف ولكن المشكلة إن بدأ يجي مطر غزير مرة وبدأ المطر يتدفق إلى داخل الكهف فلما جينا حاولنا نطلع ما كان لنا أي مسار ولا قدرنا نغادر الكهف فعرفنا إن مدخل الكهف مليان موية ملي ومسكر علينا فقررنا إننا نرجع ونبقى داخل الكهف وننتظر أي شخص ممكن يجيه خبر ويجي ينقذنا يقولون كنا حنا واثقين جدا إن في ناس راح يجيهم خبر وراح يوصلنا شخص ينقذنا أو تجينا فرق إنقاذ ويطلعونا من الكهف هذا وكيف كانوا يأكلون يشربون في الكهف ما كانوا يأكلون بس إنهم كانوا يشربون الموية اللي تنزل من السقف كانت تدفق من فتحات الكهف تكون موية نظيفة الموية اللي موجودة في الكهف كانت مليانة طين ومية مهي نظيفة مرة فما كانوا يشربون منها فلما اسألوهم كيف كانوا يعرفون الوقت والأيام اللي مرت عليهم كان واحد من أعضاء الفريق العيال هذولا كانت معاه ساعة فقالوا كنا نعرف الوقت واليوم وكم لنا داخل الكهف ونومهم ما كان نوم عميق مرة يقولون ننام على ساعة ونصحة وكانوا يصبرون بعض وقالوا العيال هذا ولا حقين الفريق ان المدرب اعطاهم تمارين كذا بسيطة يحاولون يصبرون انفسهم ويتحكمون بالتنفس حقهم حتى يقدرون يقاومون وجودهم داخل الكهف واجسامهم تقدر تتغلب على الصعوبات هذه فكانوا يشكرون المدرب ان يساعدهم مرة وخلاهم صبورين داخل الكهف ينتظرون اي شخص ينقذهم فبعد ما اطلعوا من المستشفى كانت لهم حفلة كبيرة مرة الناس احتفلوا فيهم في كل تايلند وبعدها استدعوهم الى امريكا الى برنامج ايلن دي جنرس وعطوهم الهدايا وغيرها وكانوا اغلبهم يحبون اللاعب ازلاتان ابراهيموفيتش فايلن جابت لهم ازلاتان ابراهيموفيتش في الاستيديو واخذهم ازلاتان معاه وراحوا الى نادي لوس انجلوس غالكسي والعبوا مع الفريق وعطوهم هدايا وبعام 2019 مثل حالها حال اي قصة ثانية فيلم ذا كيف اللي هو الكهف وبكذا يا جماعة وصلنا الى نهاية قصة اليوم الى نهاية هذا الحديث اللي صار عن واقع ما لها كم سنة عام 2018 عن هالاطفال هدول اصغار كيف يصبروا داخل الكهف لمدة 16 يوم تحت الارض فكان شي مرة جبار عملية الانقاذ وصبر الاطفال وخروجهم من المستشفى وان الاهالي بعد فترة سامح المدرب على اللي يسواه معاهم فانتو مش رايكم يا جماعة اكتبونا تحت اراءكم ونشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته